حرب مستمرة منذ خمس سنوات ومعاناة قالت عنها منظمة هيوم الريتس ووتش بأنها لا توصف حملت المنظمة في تقريرها الصادر مؤخرا التحالف بقيادة السعودية وميليشيا الحوثين مسؤولية الانتهاكات التي خرقت قوانين الحرب وحقوق الإنسان مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سار ويتسون علقت على الاتهامات بأنه ثبت لديهم أن التحالف وميليشيا الحوثين يهاجمان عشوائيا ويخفيان قسرا المدنيين اليمنيين ويمنعان وصول الغذاء والدواء إليهم داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى الضغط على الأطراف المتحاربة لوقف انتهاكاتها وضمان خضوعها للمساءلة تواصله يوم الريتس ووتش في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن بأنها وثقت نحو تسعين غارة جوية للتحالف غير مشروعة من ضمنها هجمات قاتلة ضد قوارب الصيادين وأماكن الاحتجاز هذه الغارات بحسب المنظمة أسفرت عن قتل وجرح المئات كما أضافت أن التحالف شن أكثر من عشرين ألفا ومئة غارة جوية على اليمن منذ بدء الحرب بمعدل 12 هجوما يوميا مستهدفا للمستشفيات والأسواق والمساجد والمزارع والجسور والمصانع ومراكز الاحتجاز أما الحوثيون فانتهاكاتهم متنوعة لكن التقرير سجل أيضا استخدامهم للألغام الأرضية المضادة للأفراد وإطلاقهم المدفعية عشوائيا على مدن مثل تعز والحديدة ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين كما أدانهم بإطلاق الصواريخ الباليستية عشوائيا نحو السعودية فهل يمكن أن يشهد اليمنيون في عامهم الجديد هذا واقعا مختلفا أم أن عامهم السادسة ستكون آلامه مماثلة لما كانت عليه في الأعوام السابقة